اول السنة متعودين نعمل حاجة حلوة كده نحل بيها السنة دي بقى هعمل معكم حاجة حلوة بس سهلة جدا مش هتاخد منكم اكتر من خمس دقيق عشر دقيق بكتير وتكون جاهزة معكم ولما تعرفوا مكوناتها متأكد ان انتوا هتقوموا وتعملوها بعد الفيديو كمان اول حاجة انا مستخدمة بسكوت ميري بسكوت شاي عادي جدا ممكن تستخدموا اي بسكوت شاي عندكم في البيت تلتمية وخمسين جرام من البسكوت تحنطوهم كده هوت وبعد كده حطيت عليهم علاقتين كبار من السكر البدرة اربع معلق كبيرة من الكاكاو وهنقلب لحد لما يختلطوا كويس هنحط عليهم ربع كباية من الزبدة السايحة ونقلب لحد لما الزبدة هتغلي في البسكوت كله كده هنحط عليهم كباية لربع من الحليب بس هنحطوهم بالتدريج ونبتدي نعجن طبعا الحليب ممكن يزيد عن كده على حسب نوع البسكوت وعشان كده هنضيفه بالتدريج عجنت لحد لما العجينة تلمت مع بعضها كده ونبقاش في اي فرفيت تمسكوا اي قطعة فيها تتلمي كده وت وتشكل بسهولة جدا في ورق الزبدة او ورق شفاف او اي حاجة عندكم تنفع هنلفها كده هوت ونبتدي نضغط عليها من الاطراف عشان قادر يعني نقفل اي شقوق او ثقوب ما تبقى عملة زي البمبونية كده هنسيبها بقى في التلاجة من ساعتين لحد لما تجمل وتمسك نفسها بعد كده هنقطعها زي ما انتم شايفين كده مش رفايعة قوي ومش ساميكة قوي وهتكون قطعة فيهم متماسكة وشكلها زي ما انتم شايفين كده الشوكولاتة المحببة عندكم بقى استخدموها انا حطيت نص بار شوكولاتة وشوية شوكولات شيبس كده هوت وسيحتهم يقيمة في الميكروويف يقيمة على بخار مية وهنغطس فيها بقى الحلوة بتاعتنا هنحطها كده لحد نصها وكده زي انتهى من فوق في شوكولاتة وبس كده ممكن تسيبوها في التلاجة خمس داقيق كمان ولا عشر داقيق ولا حاجة عشان بس الشوكولاتة تمسك نفسها بالرغم مبساطتها وسهولتها والوقت القياسي اللي بتخلص فيه طعمها رهيب قريبة كتير قوي من جتهات شوكولاتة كده جربوها وليه رأيكو فيها